إن ارتياد النادر الرياضي للتمرين لا يحرك السعرات الحرارية وحده أضيفي هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لتسريع عملية الحرك بطريقة طبيعية والحصول على النتائج التي أردتها دوما البيض يعتبر البيض بروتين ليحتوائه على الأحماضة الأمانية التسعة الأساسية التي يحتاجها جسمك أثبتت الدراسات أن من يتناول البيض على الفطور يشعر بالشبع لمدة أطولك كما تقل نسبة تناول السعرات فيه كما بيانت هذه الدراسات أن من يتناول فطور غني بالبروتينات يشعر بالشجوع أقل خليل النهار بزور الشيا لطالما استخدمت بزور الشيا في أمريكا الجنوبية كعلاج للسكري السمن وذلك بسبب احتوائه على دهون مضادة للتهابات وبروتينات وألياف وتشعر بالشبع لمدة طويلة أن ملعقة كبيرة من هذه البزور تحتوي على 2500 من الغرام من الأم غسري واربعة ونصف غرام من الألياف وثلاثة غرامات من البروتينات الكرفة تعتبر الكرفة حارقة للدهون لأنها تسر حركة الأيد وقد ثبت أنها تقمع امتصاص الغلوكوز وتعزز حركة الأنسولين لزالة السكر من الدم كما تعتبر مضادة للالتهاب التوت يحارب التوت العديد من أمراض الأوعية الدموية والقلب كما تقي هذه الفاكهة من اكتساب الوزن وتراكم الدهون أهم أنواعها التوت البري والفريز الزنجبيل يعد الزنجبيل من أهم أنواع مضادات الالتهابات مخفض للضغط وسكر الدم كما يحفز عمل الجهاز الهضمي يساعد على قمع الشهية وحركة الدهون ويمكن استخدامه في المنزل في حالات عسر الهضم الامساك والنفخة والغسيال الشياء الأخضر عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وأمراض القلب وحركة الدهون يعتبر الشياء الأخضر مهما جدا إذ يعزز أجساد الدهون عن طريق تنشيط الجهاز العصبي كما يجعل هرمونات الجوع متوازن الأفكادو يعتبر من الأغذية النادرة التي تحتوي على دهون مضادة الالتهابات والبروتينات والألياف من 11 إلى 17 في الحبة الواحدة بالإضافة إلى الأمغة السري بالإضافة إلى الأمغة 9 الذي يقمع الشهية ويعتبر مقوما لتكوين دهون البطن الكينوى الخالي من الغلوتين غني بالمغنيزيوم المعدل للطوقة وسكر الدم يعطي إحساس بالشبع لمدة طويلة الفلفل الحور يحتوي الفلفل على مادة الكابسيسن الحارقة للدهون ومسرعة لعملات التنسين الغذائي ترجمة نانسي قنقر